اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان الخبرات المتراكمة والكفاءة المتميزة التي تمتلكها دول المنطقة عززت نجاحها في تنظيم سباقات الفورميل اوان واسهمت في ترسيخ تنفسيتها كوجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية لهذه الرياضة جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم رافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب المعالي من كبار المسؤولين التجارب التأهيلية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميل اوان للسيارات التي تقام في حلبة مرسياس بابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث التقى سموه بكبار المسؤولين ومدراء الفرق والمتسابقين والمنظمين في الحلبة واثنى سموه على الجهود المتميزة لدولة الامارات العربية المتحدة التي عززت من اهمية جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميل اوان معربا عن تمنياته لدولة الامارات وشعبها الشقيقة دوام التطور والازدهار وللقائمين على حلبة مرسياس لسباقات الفورميل اوان تحقيق المزيد من التوفيق والنجاح واشار سموه الى عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تشهد تقدما وتميزا على الدوام على كافة الصعود وذلك في ظل الحرص المتبادل على الدفع بمسارات التعاون والتنسيق والشراكة نحو اثاق اكثر اتساعا بما يسهم في تحقيق التطلعات والاهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين